قبل أن تنمو أحلامها وتكبر تسرق هنا على رصيف العمل أما عن المقابل فهي بضع ريالات تقيها مع أسرتها الحاجة والموت جوعا خبز تحمله بين يديها هكذا وتعرضه للبيع يفعل كل هذا لكن بجهد كبير تبذله هي في عملية البيع هنا طفل آخر يقف في طريق وادي الضباب بتعز لبيع الماء يتنقل بين مختلف الأماكن لطلب الرزق دون كلل أو تعب تقابله في كثير من الأحيان أخطار تهدد سلامته لكنه يتابع العمل فهو مسؤول عن نفسه وأسرته معا تختلف القصص ومعها أسباب عمالة الأطفال لكن المعاناة تبقى واحدة فالطفل العامل يتعرض لضغوطات الحياة من فقر وطمع في معيشة أفضل بينما تزداد أعداد أيادهم الصغيرة العاملة كل يوم في كافة المجالات لكن من يغيث هؤلاء الأبرياء من براثم الطمع والفقر فوجودهم في الشارع بهذه الأعداد الكبيرة هي نتيجة اضطرارية للحرب المستمرة الحرب التي أجبرت الكثير من أطفال اليمن على ترك مدارسهم والالتحاق بسوق العمل فبحسب منظمة يونسيف فإن مليوني طفل خارج المدارس وثلاثة ملايين ونصف مليون معرضون لخطر التسرب من المدارس إلى سوق العمل تقول المنظمة أيضاً إن النزاع وتأخر عجلة التنمية والفقر تسبب في حرمان ملايين الأطفال من حقهم في التعليم كما أن العنف والنزوح والهجمات التي تتعرض لها المدارس تحول دون وصول العديد من الأطفال إليها ما يجعلهم عرضة لمخاطر لا حصر لها بما فيها إجبارهم على الانضمام للقتال وعمالة الأطفال بنات المستقبل إذن بدأوا العمل في وقت مبكر وكبروا قبل آوانهم لكن يا ترى كيف سيكون شكل المستقبل بهؤلاء الأطفال الكبار؟